السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء اسعد الله اوقاتكم بكل الخير حصة جديدة من كورس ناحو من الصفرة وصلنا للتمييز عايزين نتعرف انواع التمييز وازاي بنعربه ده اللي هنتعرف عليه النهاردة عايزين ناخد التمييز بالكامل الملفوز والملحوز وتمييز العدد وتمييز كامل تعالوا مع بعض نبدأ التمييز اسم ناكرة بيذكر بعد مبهم ليوزي الابهام وبيجي يوضح الحاجة المبهمة لم اقول لك قرأته تلاتة تلاتة ايه? قال لك تلات كتب كتب دي اللي وضحت التلاتة ده يبقى هنا كتب دي بنعرفها تمييز طيب اللي انا عايز اعرفه ان كتب دي بنسميها تمييز والتلاتة دي المميز طيب انا عايز اقسم المميز ده ملفوز ولا ملحوظ ملفوز في لفظ اتنطأ ولا انا لاحظته لا هنا وفي تلاتة ملفوز موجود يبقى ده اسمه ملفوز يبقى احنا عايزين نتعرف كده هنفرق ما بين المميز الملفوز والمميز الملحوظ الملفوز من اسمه ملفوز موجود قدامي في الجملة يظهر في الكلام ممكن بقى زي تلاتة دي بتدل على تلاتة بتدل على عدد ممكن الملفوز ده يدل على عدد اه قرأته ايه? تلاتة يدل على وزن كيلو يدل على كيل بقى الفلاح قنطاراً يدل على مساحة زرعته او زرع الفلاح فداناً ده اسمه الايه? اللي بالازرة ده اسمه مميز مميز ملفوز ولا ملحوظ? مميز ملفوز موجود قدامي طب فين التمييز? اهو كتب كتب عينب قطن قمح بنعربه تمييز طب التمييز بنعربه ايه بقى? تمييز منصوب ولا تمييز مجرور? ممكن لاتنين غير تمييز العدد بيكون تمييز مفرد منصوب بيكون منصوب لو ما فيش قبله حرف جر لان هنا بيقول لنا برضه هوا لما جاقول اشتريته كيلو عينباً تمييز العدد هنتكلم عنه بالتفصيل لو لاحظت هنا تلات كتب سلاسة كتب شكلها مجرور هي دي تمييز مجرور هنتكلم عن تمييز العدد بالتفصيل هنا تمييز اشتريته كيلو عينباً اهو منصوب بعربه تمييز منصوب علامة نصب الفاتحة والباقي يعربه حسب ما كانه في الجملة اشترى فاعل التقل فاعل وكيلو دي مفعول با طيب بنعربه تمييز منصوب علامة نصب الفاتحة بيقول لناه يجوز ان يكون مجرور مجرور بحرف الجر لما قول اشتريته قنطارة قنطارة قطن قنطارة قطن او قنطارة من قطن يبقى هنا ده بيكون مجرور بس غالباً بيكون منصوب في الانواع دي بسميه تمييز لمميز تمييز اهو تمييز كتب عنب والمميز نوعه ايه المميز ملفوز ولا ملحوظ ملفوز ممكن بقى يكون المميز ملحوظ يعني اش موجود اصلاً وبيلاحظ من الكلام وبيكون محول عن مبتدأ فاعل نائب فاعل او مفعول به نشرح علشان نفهم الكلام ده لما جاولك طابة محمد خلقان اه هنا دي تمييز عرفت ازاي انها تمييز محولة يعني محولة يعني كانت اصلاً طابة خلق محمد لو هاعرب طابة خلق محمد دي فاعل يبقى اقول له محول عن فاعل وخلق اعربها تمييز طيب تمييز منصوب ولا تمييز مجرور لا هنا في الملحوظ تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة محول عن فاعل لان الجملة كان اصلها طابة خلق محمد طالما محول يبقى ده تميز غرسته شجر الارض اهو غرسته انا شجر يبقى مفعول به وشجرا تميز ومميز ملحوظ اشتعل الرأس شيبا كان اصلها الجملة في غير القرآن طبعا اشتعل شيب الرأس اللي اشتعل الشيب محول عن فاعل ازداد الماء قال لك بقى ازداد الماء جمالا ملوحة عذوبة زرقة كان اصلها ازداد جمال الماء ملوحة الماء يبقى برضو محولة عن فاعل هنا يشابه كلمة يشابه يماثل مبني للمجهول هيكون محول عن نائب فاعل يبقى عرفنا هنا في الامثلة دي ان هنا التمييز الملحوظ للمميز الملحوظ بيكون موجود في الجملة الفعلية او اسلوب التفضيل او اسلوب التعجب اسلوب التفضيل لما اجي اقول ده افضل من ده وهناخده بالتفصيل في تالت عدد محمد اكثر من علي اكثر منه اكثر منه علما ادبا خلقا مصر الطف البلاد الطف البلاد ايه هواء شعبا تمييز محمد افضل اه هنا عرفنا خلاص بيكون في اسلوب التفضيل بعد انتهاء اسلوب التفضيل اعرفه تمييز بيكون محول عن مبتدأ كان اصلها علمه محمد اكثر هواء مصر الطف طيب اللي بعد بقى اسم التفضيل فين اسم التفضيل كلمة افضل اللي بعد اسم التفضيل ده ممكن اعربه مضاف اليه او اعربه تمييز وده هناخده بالتفصيل في تالت عدد لو ينفع اشيل اسم التفضيل واقول محمد رجل لو ينفع اشيل اسم التفضيل يبديه مضاف اليه ماينفعش ماينفعش اقول محمد خلقا طرح ماينفعش يبقى خلقا ده تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة ومن شكلها ده منصوب وده مجرور بس هيفرق معايا لو كانت الكلمة أخيرة مربوطة هعرف أفرق ما بينها بالطريقة دي طيب اسلوب التعجب ما أجمل مصر إيه هواء برضو هنا تمييز لمميز ملحوظ بعد نعمة وبئسة هناخد ده بالتفصيل في تلتة عدادة دي نعمة خلقا هناخده في الكرسي يعني في الحلقات اللي جاية نعمة خلقا آه بعد نعمة وبئسة اسم ناكرة منصوب كده اسم ناكرة ومنصوب بعد نعمة وبئسة بنعريبه تمييز اسم ناكرة منصوب بعد أفعل التعجب أو أفعل التفضيل تمييز والمميز ملحوظ أعريبه تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة أهو اللي اسمه النكرة المنصوب كمان اللي بييجي بعد كفا ازدادة علما خلقا امتلأة طابة قرى كبرة اسم ناكرة منصوب بعد الأفعال دي على طول بنعريبه تمييز برضو يبا احنا عرفنا كده الفرق ما بين المميز الملفوز والمميز الملحوظ هنا بيقول لنا هو استخرج التمييز وبين نوع المميز هو ملفوظ ولا ملحوظ طيب وبرضو قطعة متى كانت البلاد أكثر أمنا كانت الأقدر على جذب المستثمرين لذلك تسعى مصر سعيا حفيفا لضحر قوى الشر والإرهاب هتعرب وهتستخرج وهتعرب قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا إعراب كامل اللي بعد كده عايزين نتكلم بقى بالتفصيل عن تمييز العدد تمييز العدد لما جاء قرأته تلات كتب فين التمييز أنا قلته كتب دي المميز ولا التمييز لأ كتب دي التمييز دي المعدود إنما المميز هو تلاتة العدد ده ده المميز ملفوظ ولا ملحوظ موجود قدامي ملفوظ ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بقى في العدد في عدد مفرد لما جاء قول تلاتة تلاتة كلمة واحدة ده اسمه عدد مفرد من واحد لعشرة ده اسمه عدد مفرد عدد مركب يعني من اول 11 لو قلت 13 13 13 13 كتابا ده اسمه عدد مركب في الفاظ العقود 20 30 40 50 دي اسمها الفاظ العقود الاعداد اللي معطوفة اللي فيها حرف عطف واحد و واحد وعشرين تلاتة وعشرين المئة والالف او مضاعفاتها دي اشكال دي صور العدد هنبدأ بالعدد واحد واحد اول عدد رقم واحد رقم واحد واحد واتنين ليهم تمييز لا لما اجا اقول اشتريته كتابا واحدا طب قصة اقول واحدة طيب حضرة معلم واحد معلمة واحدة لو لاحظت انا واحدا دي منصوبة ومعلم واحد دي مرفوعة عادي احنا بنقول هنا لو العدد جاي بعد المعدود لو العدد جاي بعد المعدود بنعريبه نعت غير كده لو قلت حضرة واحد يبقى دي نعريبها فاعل جات بعد المعدود بعد مين المعلم بعد الكتاب عريبها نعت. ودي منصوبة يبقى نعت منصوب. دي مرفوعة يبقى نعت مرفوع. طيب دي واحد. ملهاش تمييز اصلا. مفيش تمييز خلاص. انما قصة اشتريته كتابا اه اشتري كتاب مفعول به. حضرة معلم دي فاعل. مفيش تمييز. وقصة ومعلمة دي معطوف. اشتريته كتابين مفعول به منصوب. يبقى دي نعت منصوب. قصتين اثنتين نعت منصوب. يبقى مع المذكر واحد مع المؤنس واحدة ومع المذكر لو مرفوع اقول اثنان منصوب او مجرور اثنين والمؤنس لو مرفوع اثنتان منصوب او مجرور اثنتين هنا حضرة معلمان اثنان ومعلمتان لاننا معطوفة على ايه? على مرفوع نقول له معلمتان اثنتان مش اثنتين اثنتان طيب هنا اقول قصتين معطوفة معطوف منصوب دي منصوبة دي مرفوعة معطوف منصوبي بنقول اثنتين نعت منصوبة اثنين اثنان واثنتان تعرب اعراب المثنة مرفوع ترفع بالالف اهو ترفع بالالف نعت مرفوع بالالف وهنا نعت مرفوع بالالف لو منصوب او مجرور تنصب وتجرب الياء اثنان واثنتان تعرب اعراب المثنة اهو قلنا لو جاي العدد بعد المعدود بنعربه نعت غير كده بنعربه حسب ما كانوا في الجملة واحد واثنين خلاص ما لهمش تمييز من تلاتة العشرة لهم تمييز. وتمييزهم بيكون جمع مجرور. يعني ايه جمع مجرور? يعني ما ينفعش اقول تلاتة كتاب. اقول تلات كتب. سلاسة كتب. خمس قصص. لازم يكون جمع ومجرور. كتبين. قصصين. اربع معلمين. لازم يكون مجرور. سبع معلمات. مجرور. طيب اكتب العدد بقى ازاي? اهو بيقول لنا التمييز بيكون جمع مجرور وبيتخالف. واحد واتنين كانت بتوافق. مذكر مذكر مؤنس مؤنس. هنا من تلاتة لعشرة هتخالف. كتب الكتاب كتب واحد مذكر يبقى سلاسة. لو لقيت مؤنس زي قصة ماقولش سلاسة. اقول سلاس هتخالف. اهو قصص مفرد قصة واحدة. اقول خمس ولا خمسة? القصة مؤنس يبقى قول خمس. وهنا كلمة معلمين. مفرد معلم. عايز اكتب اربعة. اقول الاربع ولا اربعة? معلم مذكر يبقى هنا هيخالف يبقى مؤنس يبقى اربعة. طب معلمات معلمة. يبقى العدد هيبقى مذكر اقول سبعة. سبع معلمات. اعرف العدد ايه? حسب ما كانوا في الجملة. اشتريته تلاتة مفعل به? حضر اربعة لان اعرفها فاعل. حسب ما كان في الجملة عادي خالص. وهنا اللي بعدها هو اللي تمييز. كتب تميز. تميز مجرور وعليه متجار الكاسر. وطالما بنتكلم عن العدد عشرة هنا بنتكلم من تلاتة لعشرة خلي بالك من تشكيل حرف الشين في العدد عشرة. قولي تعالى قل فأته بعشر صور مثل هي. قولي تعالى اطعام عشرة مساكين. هنا الشين لو لاحظنا هنا ساكنة. بتكون ساكنة مع المعدود المؤنس. لو اللي لها بعده مؤنس. وبتكون مفتوحة مع المعدود المذاكر. اهو. صور. المفرد ايه? صورة. الصورة دي مذاكر ولا مؤنس? مؤنس. يبقى الشين تكون ساكنة. المساكين مفردها مسكين. المسكين مسكين واحد مذاكر. يبقى الشين تكون مفتوحة. الشين مفتوحة لو المعدود مذاكر. الشين ساكنة لو المعدود مؤنس. وصلنا لكم من تلاتة لعشرة? طيب العدد ثمانية. نخلي بالنا ان العدد ثمانية ممكن اقول ثمانية ما نعرف ثمانية لو المعدود ايه? مذاكر. طيب ثماني لو المعدود مؤنس. طب ايه موضوع ثمانين ده? ثمانين لها شروط اهو لو طلاب المعدود هنا مذكر او ثمانية طلاب. طيب لو طالبات مؤنس يبقى ثماني ثماني طالبات. موضوع بقى ثماني ده لو كان المعدود مؤنس. هتقول لي طيب ما المعدود اهو مؤنس. طب كامل بيت الشروط. لا يأتي بعدها مباشرة. لا هنا جاي بعدها مباشرة انا هو. يبقى ما ينفعش ثماني. العدد يكون ناكرة مرفوع او ناكرة مجرور. لما اجي اقول مين اللي حضرة ثماني. اول شرط مؤنس طالبات مؤنس. حضرة من الطالبات مؤنس? ايوة مؤنس. الشرط التاني لا يأتي بعدها مباشرة. جاي بعدها مباشرة لا اهو. جاي بعدها مباشرة لا لانه جاي قبلها اصلا. بنتكلم ان يكون المعدود ما يجيش بعدها ما يجيش هنا وخلاص. طيب الشرط التالت العدد يكون ناكرة او ثماني ثماني ناكرة. مرفع او مجرور من اللي حضر ثمان يبقى دفاع المرفوع. طالما ناكرة ومرفوع او ناكرة ومجرور والعدد مش مكتوب بعده على طول يبقى نكتبها ثماني. حضرة ثماني من الطالبات. حضرة من الطالبات ثماني برضو هنا ناكرة ومرفع لانها برضو فاعل. يبقى احنا كده وصلنا لحد عشر. من بعد عشر بقى. حضاشر واتناشر. احنا قلنا واحد واتنين بيوافقوا. العشرة كانت مع التلاتة كانت بتخالف. بس هنا العشرة لو جت مع عدد هتوافق. يعني اهو برضو نفتكر نفتكر العدد عشر ده المنافق ده. لو جاي لو جاي لوحده. لو جاي لوحده. يخالف. يقعد يخالف ويقول لك البلد والرياسة ويقعد. انما لو قدام اي حد يقول لك ده احلى رياسة ده احلى بلد. منافق. بنقول انه منافق يعني. مع اي عدد يوافق. اهو مع احداشر واتناشر. الواحد والاتنين كده كده بيوافقوا. بيوافقوا المعدود في التذكير والتقنيس. هنا بقى تميزهم مفرد منصوب. والعشرة معاهم. العددين الواحد واتنين والعشر. تميزهم بيكون مفرد منصوب. زي تلاتة كنا بنقول كتب جمعة مجرور. لا هنا بقى لو حداشر مش هينفعوا الكتب. كتابا. اتناشر كتابا. اتناشر معلما. حداشر قصة. اتناشر قصة معلمتان. مفرد منصوب. اكتبه ازاي? الواحد والاتنين والعشرة هيوافقه. يعني لو كتاب او الاحد عشر. طب لو قصة احدى عشرة. طيب هنا برضو عايز اكتب اتناشر. هنا خلي بالك برضو من اثنى واثنى. لو مرفوعة هقول اثنى مع المذكر. طيب لو مؤنس هقول اثنتا. طيب لو منصوب او مجرور. هنا هقول اثنى مع المذكر واثنتي مع المؤنس. اهو هنا كتاب مذكر يبقى اثنى عشر. لان اشتريته دي مفعول بمنصوب. يبقى اثنى عشرة. واثنتي عشرة. طيب معلم لو مرفوعه الاثنى عشرة. وهنا مع المعلمة اثنتا عشرة. طيب اعرفه ازاي? لو العدد حداشر بيكون عدد مبني على فتح الجزئين. اللي هو احد وعشر. احدى وعشرة. عدد مبني على فتح الجزئين. بس لو فيه تميم. لا اللي تميم دي تعرى بعرب المثنى. اهو مفعول بمنصوب بالياء. دفاع المرفوع بالالف. اه هنا برضو ده معطوف. انما العشرة هتفضل زي ما هي عدد مبني على الفتح. كان فوق ده مبني على الفتح. وده مبني على الفتح. بنقول عدد مبني على فتح الجزئين. من بعد كده خدنا احداشر واثناشر من بعدها. تلاتاشر لحد تساعتاشر. عرفنا خلاص من تلاتة لتسعة. من تلاتة لتسعة بيخالف. والعشرة المنافقة دي هتوافق هنا. يبقى الجزء الاول هيخالف والتاني هيوافق المعدود في التذكير والتانيس. ناخد مثال اشتريته عايزة اقول تلاتاشر كده كده برضو تميزهم مفرد منصوب كتابا معلما قصة معلمة عايزة اكتب تلاتاشر الكتاب مذكر قلنا التلاتة بيتخالف تبقى مؤنس نوال ثلاثة العشرة هتوافق تبقى عشر طب والقصة مؤنس يبقى العدد الخمسة هتخالف انو الخمس والعشرة هتوافق يبقى عشرة خمسة عشرة وهنا المعدود مؤنس يبقى الشين ساكنة طيب لو عايزة اكتب سبعتاشر معلم مذكر دي هتبقى مؤنس هتخالف العشرة توافق يبقى سبعة عشر طيب معلمة عايزة اكتب تسعة عشر معلمة مؤنس دي تخالف تسعة عشرة معلمة اعريبه ازاي احنا قلنا خلاص التمييز لازم يكون تمييز منصوب. تميز منصوبه علامة نصبه الفتحة. التلاتة عندنا تلاتة وعشرة ده عدد مبنى على الفتح. وده مبنى على الفتح. يبقى قول له هنا ده عدد مبنى على فتح الجزئين كله. عدد مبنى على فتح الجزئين في محل اشتريته يبقى في محل نصبه افعل به. حضرة يبقى في محل الرفع فاعل. على حسب ما كانها في الجملة. الفضل عقود عشرين تلاتين اربعين خمسين دي بتعرب اعراب جامع المذكر السابق. يعني لو مرفوعة هقول عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون. ولو منصوبة او مجرورة عشرين تلاتين اربعين خمسين. وتميزها زي محل مفرد منصوب. او كتابا معلما قصة معلمتان. عايز اكتبها هنا اشتريته عشرين اكتبها ايه? دي منصوبة يبقى لعشرين. انما لو حضرة هقول عشرون ثلاثون اربعون. والمعطوف هيقلد عشرين وخمسين. تلاتون واربعون. لان المعطوف بيقلد الله معطوف عليك. واعرف ما خلاص التمييز مفرد منصوب? تميز منصوب علامة نصف الفاتحة. والعدد هنا بيعرب اعراب جامع المذكر السالم. اهو هنا عشرين مفعول به منصوب وعلامة نصف الياه. خدرة هلاثون دي فاعل مرفوع باليه? بالواو. فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو. لانه بيعرب اعراب جامع المذكر السلام. طيب الاعداد المعطوفة. العداد المعطوفة فيها حرفチャات فهو. يعني في جزئين. احنا قلنا خلاص واحد واثنين واحد واثنين ده بيوافق يوافق المعدود في التذكير والتانيز. من تلاتة لتسعة يخالف بيخالف المعدود. طيب يبقى هشوف اللي قبل حرف العطف لو لقيته واحد واثنين يبقى بيوافق من تلاتة لعشرة من تلاتة لتسعة بقى. من تلاتة لعشرة هيخالف واللي بعدها برضو تمييزهم مفرد منصوبة هو. كتابا معلما قصة معلمة تميز منصوبه علامة نصبه الفاتحة. الواو حرف عطف. طيب اللي بعدها بقى العشرين تلاتين معطوفة. هتقلد اللي قبلها لو منصوب يبقى عشرين. مرفوع يبقى عشرون. عايز اكتب واحد وعشرين كتاب مذكر يبقى هقول واحد. الواو حرف عطف. هنا اشتريته مفعل به منصوب. يبقى نقول عشرين لانها منصوبة. لو قلت حضرة. عايز اكتب اتنين وتلاتين. اهو دفاعل. حضرة اثنى دفاعل. مرفوع علامة رفع الالف. الواو حرف عطف. يبقى نقول ثلاثون لانها معطوفة على مرفوع. اتنين وعشرين دي منصوبة. كلها هيبقى معطوفة على منصوب. نقول قصة يبقى اثنتين وعشرين. معلمة المعلمة مؤنس. اللي اربعة بتخالف قلنا واحد واتنين يوافق. من تلاتة لتسعة يخالف. معلمة مؤنس. يبقى تكون مذكر. اربع. وسبعون لانها معطوفة على مرفوع. نقول سبعون. اربعة وسبعونة معلمة. اعرف ازاي? الجزء الاول ده اسمه المعطوف عليه. المعطوف عليه بنعرفه حسب مكانه في الجملة. مفعول بيه فاعل. والواو حرف عطف. واللي بعدها المعطوف بيعرب اعراب جامع المذكر السالم. يعني هنا ده منصوب مفعول بيه منصوب. اقول معطوف منصوب وعلامة نص بليل. هنا دي فاعل يبقى مرفوع. فاعل مرفوع. وعلامة رفع الالف. الواو حرف عطف. يبقى دي نعرفها معطوف مرفوع معطوف مرفوع وعلامة رفع الواو اعراب جامع المذكر السالي المية ومضاعفاتها مية متين تلتمية ربعمية الف الفين هنا تميزها لحد دلوقت كل اللي احنا قلناه كان مفرد منصوب لا هنا هنغير بقى هيكون مفرد مجرور وبنعرفها حسب ما كانها في الجملة اهو نجحة مئة مئة ايه مفرد لازم يكون مفرد مفرد مجرور مئة طالبين والف طالبتين مئة اه مئة ولا تلتمية اهو طالبين طالبين طالبتين طالبتين هنا التمييز بقول تمييز مجرور يبقى عندنا التمييز المجرور عندنا من تلاتة لعشرة بيكون جمع مجرور المختلفة اهو تلاتة لعشرة جمع مجرور وعندنا هنا المئة ومضاعفاتها مفرد مجرور من تلاتة لعشرة جمع مجرور المئة والالف مفرد مجرور والباقي مفرد منصوب الواحد واتنين ملهمش اصلا تمييز نجحة مئة نجحة مئة هنحزف النون الاضافة نجحة تلتمية الف الفة يعني هنا ما بتفرقش مع المذكر والمؤنس اقول ثلاثمائة طالب او ثلاثمائة طالبة وبنعرفها حسب ما كانها في الجملة خلي بالك هنا التمييز بيتبع اخر عدد مكتوب يعني لما اجي اقول مسلا لما اجي اكتب الارقام دي باللغة العربية عايز اقول السنة فيها تلتمية خمسة وستين يوم اول حاجة بشوف يوم اهو يوم هقول السنة ثلاثمائة وخمسة وخمسة وستون اه هنا مرفوعة وخمسة وستون اخر عدد مكتوب ايه الستين الفضل العقود تمييزها مفرد منصوب هقول يوما ممكن اكتبها بطريقة تانية اقول السنة خمسة وستون وثلاثمائة تمييز التلتمية المئة والالف ومضاعفاتها مفرد مجرور هقول يوما يبقى هنا التمييز بيقلب اخر عدد مكتوب وبكده يبقى احنا برضو خلصنا تمييز العدد في تدريبة اهو اكتب الارقام الارقام اللي موجودة قدامك دي اكتب الارقام بحروف عربية باللغة العربية واضبط التمييز شوفوا هو بقى منصوب ولا مجرور السؤال اللي بعد كده اكتب الارقام بحروف عربية واضبط الشين هتشكل الشين هتشوف المعدود مذكر ولا مؤنس اقرأ القطعة اعرف الكلمات اللي تحتها خط وهتكتب برضو الارقام اللي موجودة اه في الفكرة بالحروف هنا عندنا سبعة وعشرين امرأة هتحزف رقم هتحزف عشرون وتكتب الجملة يتكون فريق كرة القدم من حداشر عايزين نكتب رقم حداشر حداشر لا يعني اللي بعد كده اختبار في اختبار شامل برضو هتقرأ القطعة كويس جدا وهتحل الاختبار لوحدك وبعد كده تراجع من فيديو الحل هتقرأ القطعة وتعرف وتستخرج وتكتب هنا الرقم بحروف عربية فاضل تمييز كم عايزين برضو ناخد تمييز كم والفرق ما بين كامل استفهمية وكامل خبرية عشان نبقى خلصنا كل حاجة لها علاقة بالتمييز افرق ازاي ما بين كامل استفهمية وكامل خبرية كامل استفهمية بيكون اخيرها علامة استفهم كامل خبرية علامة تعجو طب افرد محطش علامة الاستفهم ولا علامة التعجو عادي خالص كامل استفهمية بتسأل العدد كامل خبرية بتخبيرك طب افرد انا ما فهمتش. عادي برضو. هنا كامل استفهمية بيدخل عليها حرف جر. يعني ايه? يجي قبلها حرف جر. يعني لو لقيت قبل كم حرف جر تبقى استفهامية. اهو بكم جنيه. عن كم معلم دراست النحو. لو قبل كم حرف جر تبقى استفهمية. انما كامل خبرية بيدخل على تميزها. لو لقيت قبل التمييز نفس اهو. كم من طالب. كم من طالب. لو لقيت قبل التمييز. مش قبل كام. قبل التمييز حرف جر تبقى خبرية. في حاجة تانية فرق ما بينهم. ايوة طبعا. هنا بيقول لنا ان تمييز كامل استفهمية بيكون مفرد. اه بيكون مفرد منصوب. غالبا. بيكون مفرد منصوب. بيكون مجرور في حلة واحدة. لو جاي قبلها حرف جر ينفع يكون مجرور. يبقى لو ما فيش حرف جر يبقى تمييزها بيكون مفرد. بيكون منصوب. وبيكون ايه? مفرد. يبقى مفرد منصوب. ما عادة لو جاي قبلها حرف جر بيكون يا مجرور يا منصوب. طب اينا واحدة صح لاتنين صح. مجرور ومنصوب لاتنين صح. في الحالة دي بس لو قبلها حرف جر. اقول بكم جنيهن اشتريت الكتاب. او اقول بكم جنيهن لاتنين صح. عن كم معلمين? ولا عن كم معلما? طالما قبلها حرف جر لاتنين صح. دي كامل استفهمية. انما كامل خبرية مش بيكون مفرد منصوب. بيكون مفرد مجرور. كم طالبين? لو لقيته مفرد مجرور خلاص خبرية. طب لو لقيته جامعة يبقى برضو خبرية. هنا مفرد مجرور بس مفيش قبلها حرف جر. لو قبلها حرف جر كده كده خلاص استفهمية. مفيش قبلها حرف جر. ولقيته مجرور سواء مفرد او جامعة تبقى خبرية. لو لقيت قبل التمييز حرف جر تبقى خبرية اهو كم من طالب او كم من طلاب لاربع اشكال دول تبقى خبرية واعريبوا ايه لو منصوب تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة لو مجرور تمييز مجرور وعلامة جره الكسر عادي خمس يبقى ملخص الحدوتة دي ان تمييز كامل استفهمية بيكون مفرد منصوب وبيكون مجرور في حالة واحدة لو قبلها حرف جر وبيكون وتمييز الخبرية وتمييز كامل خبرية بيكون يا مفرد مجرور يا جامعة مجرور وبيدخل قبل تمييزها بيجي قبل تمييزها حرف جار. برضو هنا في تدريب اهو حدد نوع كم? هتقول استفهمية ولا خبرية? وحول خلي الاستفهمية خبرية والخبرية استفهمية. سهل? سهل جدا. او كم عالما مفرد منصوب تبقى استفهمية? طيب عايزة خليها خبرية عادي خليه مجرور. كم عالب? خلصت. آآ السؤال اللي بعد كده اخد بالك آآ لو قبل خلاص احنا شرحنا الكلام ده. التدريب اللي بعد كده بيقول بيين نوع كم نفس الطريقة واذكر تمييزها واعريبه. هتقول لنا نوع كم? كم استفهمية ولا خبرية? طيب فين التمييز? تذكر التمييز وتعريبه. عادي خالص نفس نفس الامثلة. في قطعة هنا. هتبدأ تقرأ القطعة برضو. اعريب الكلمات اللي تحتها خط. واستخرج. وبين نوع كم والسؤال الاخير. حول كم الخبرية الى استفهمية. المجرد والمزيد هنشرحه في الحصة اللي جاية ان شاء الله. وبكده يبقى احنا خلصنا كل حاجة لها علاقة بالتمييز. ما تنساش تحل الامتحان اللي تحت الفيديو. وتحل الواجب ده لوحدك. وبعد كده ترجع الواجب من فيديو الحل. باتمنى لكم التوفيق. اترككم في رعاية الله وامنة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.